ترأس غبطة البطريارك الكلداني رفائيل ساكو قداساً في كتدرائية ماري يوسف الكرادة ببغداد وفي موعدته قال غبطته خصص مطلع كل عام للسلام الذي هو مطلب جميع الناس الذين أنهكتهم النزاعات والتوترات وجائحة كورونا التي وضعتهم أمام موت بطيء وأضاف الناس كما ذكر قداسة البابا فرنسيس بحاجة ملحة إلى ولادة جديدة ومستقبل أفضل والسلام يكون جزءاً من السلوك الشخصي وهذا يتطلب القدرة على ممارسة التسامح والتضامن والتعاون وبين البطريارك ساكو أن التغيير يبدأ بالتربية في البيت والمدارس وبيوت العبادة والإعلام وعلينا أن نعيش كأخوة وأخوات بمحبة واحترام